القضية لا تخص البكرية بل تخصنا جميعاً لماذا جميعاً؟ لأن البكرية اليوم والبارحة المحمودية وغداً الراجدية وبعد غداً الحسينية وأطراف بغداد في كل وقت وحين وهكذا فالقضية لا تخص البكرية بل تخصنا جميعاً لماذا جميعاً؟ لأن السلطة التنفيذية خاضعة للقانون ولا يمكن أن يخضع لها القانون إلا إذا احتالت عليه وهي المكلفة أن تحمي المواطن وتحميه فعندما تتحول تلك السلطة إلى أداة قمعاً بغطاء قانوني وغيره فعلى الدنيا السلام يا أمة الإسلام يعني ألا يوجد أراضاً غير البكرية وإذا صدقت دعوة المدعي جهاز مكافحة الإرهاب على المدعى عليه أهالي البكرية فأين روح القانون مطلع تروحنا؟ كل ذلك وصده في صدانة حزام بغداد الأخضر في عين التجريف مجدداً هنا البكرية موطن لآلاف العائلات يهددها الوحش الأصفر ويجرف بساتينها ونخيلها تمهيداً لتحويل جنس أراضيها وتوزيعها كقطع أراضي سكنية لمنتسبي أحد الأجهزة الأمنية أهالي البكرية يطلقون نداءات استغاثة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتدخل العاجل وإيقاف عمليات تجريف ويؤكدون أنهم يمتلكون سندات ملك الصرف منذ ما يقارب قرناً من الزمن وأن عقودهم الزراعية تمتد لعشرات السنوات ولا تسمح بمصادرة هذه الأراضي اليوم يجوا ويريدون يشيلون الناس من أهل من أراضيها بحجة ماذا؟ أنه جهاز مكافة الإرهاب يستحق؟ نعم يستحق ونحن أخوانهم ونطالب الحكومة بتوفير أراضي لهم ولكل عراقي آخر لكن ليس على حساب أراضي أهلنا قصوا النخل كله قال لي الطب جاء ولا أهدم البيث مالتك على رأسك قال لي حتى الجهاز أخذهم هذه الباحقة وجدتي جايبين شفالات وجايبين كل شيء ياهم مخاطبات رسمية طرقت أبواب مجلس الوزراء ورفضت تجريف أراضي البكرية وفسخ العقود الزراعية وزارة الزراعة أكدت لمجلس الوزراء أن لا أراضي شاغرة في منطقة البكرية لإقامة مجمعات سكنية فيما أوصت لجنة النيابية بإيقاف هذه الإجراءات والبحث عن أراضي أخرى لإقامة مجمعات سكنية عليها هذه الأراضي كلها ملك صرف زين والقانون ما يسمح ما يسمح القانون بمصادرة الأراضي للملك الصرف لهذه المناطق بالطبع طبعاً أكو آخر كتاب اللي صدر بتاريخ 39 زين كتاب واضح من مجلس النوابي طبعاً وقالوا أننا لا توجد عندنا حسب المخاطبات اللي موجودة للأرض اللي موجودة اللي مخصصة وهي البكرية ورح نوجد نخاطب الوزارات اللي موجودة في سبيل إيجاد أرض شاغرة وتمنح لهذه الجهة كتاب مكتب رئيس الوزراء وأيضاً مجاوبة الزراعة قائلت له أنه إحنا لا توجد عندنا أراضي شاغرة في هذه المنطقة أو هذه الرقعة الجغرافية تحذيرات يطلقها الأهالي في حزام بغداد والمناطق المجاورة من أن يكون تجريف البكرية امتداداً لمشروع الرفيل الذي يهدد هو الآخر بتهجير آلاف العائلات الساكنة في محيط مطار بغداد أهلاً بكم مشاهدين الكرام معنا في حلقة جديدة من برنامج صد الحدث والتي جاءت تحت العنوان الآتي البكرية تجريف بالدعاء قانوني ونرحب بضيفنا القياد في تحالف عزم الشيخ إياد الجبوري أهلاً بك شيخ إياد حياة شاء الله سعداد وحياة جمهورنا الكريم وكادر قناتكم الكريمة أهلاً وسهلاً بك الله يحييك شيخ شيخ لماذا البكرية بالتحديد؟ والله هذا الموضوع ينطبق به فيك الخصام وأنت الخصم والحكم يعني إحنا حقيقة في إدارة هذه الملفات وبالتحديد يعني عندما يكون الحكومة هي خصم مع المواطن وتعرف أنه هناك حق وثوابت وإلا ليش عندنا وزارات وعندنا مؤسسات وعندنا دوائر وعندنا كثير من أركان الدولة الحقيقية يعني اليوم إذا يجي خاطبك هرم السلطة نعم ويفاتحك بكتاب رسمي نعم ويقول لك هذا الكتاب وأقرأت شيئا بالذات يمكن جنابك إذا تسمحي لي نعم وقت الخبر تكتر سوزراء مفاتح مديرية الزراعة بغداد الكرخ نعم تقول له توفير أراضي سكنية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو تزويدنا للجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم كذا في تاريخ سبعة وعشرين واحد الفين وعشرين طبعا هذا من العام نعم والمسؤولة عن توفير الأراضي في لجنة تنفيذ القرار مية واثمين وستين زيان نعم لسنة الفين واربعة عشر نعم المساعات المتوفرة لديكم الغير مزروعة والغير مقام عليها مشاريع إروائية نعم أو الأراضي الزراعية التي عقودها قديمة نعم وطبعا هذه مخالفة لأن العقود القديمة هي حسب القانون 17 وال35 تعتبر عقود مجددة نعم عندما تكون مغروسات بيها بيها زراعة بيها كذا زيان نعم والمهم الكتاب مخولين شخص عن لجنة توفير الأراضي بذاك الوقت جاوبتهم المديرية العامة للزراعة إلى مكتب رئيس الوزراء الموضوع توفير أراضي تهديكم مديريتنا طيب التحيات كتابكم المرقم في كذا وإلحاقا به كذا نود إعلامكم أنه لا تتوفر لدينا والشعب الزراعي التابع على مديريتنا أراضي شاغر للتفضل والطلاة مع التقدير نعم هذا الكتاب هذا الإجابة خلي لاحظها المشاهد نعم وهذا كتاب مكتب رئيس الوزراء نعم أيضا هماتينا بالإجابة به نعم هذا موضوع يعني نهى القضية بالكامل هو نهاها للقضية شيخ إياد بالكامل يعني فقط اسمحنا يعني هو نها بالتالي القضية بالكامل له هو وقف الإجراءات فقط مؤقتان لا لا قال لهم ما عندنا إحنا لا تتوفر نعم هذا الكتاب واضح وصريح نعم يعني حتى اللي ما يفتهم مع احتراماته ويجهل القانون نعم هم يجهل المخاطبات الأساسية نعم في حسم الموضوع نعم نجي نتكلم عن موضوع آخر نعم هم هسا يعني هي هو القضية هي ومو سبب جهاز مكافحة الأرهاب جهاز مكافحة ما لعلاقة الرجل نعم بسبب نعم جهاز هو هو حالة حالة الأجزاء الأخرى نعم إذا تسمحيلي نعم على مود أوصل الفكرة هم ليش ناقين يعني شامرين الطوبة بحضن جهاز مكافحة الأرهاب نعم وهذا واجب الدولة نعم هذا واجب الدولة هي هو جهاز حالة حالة المؤسسات الأخرى نعم مثل ما موجودة الزراعة مثل ما موجودة المالية نعم مثل ما موجودة أمانة بغداد مثل ما موجودة باقي الوزارات اللي موجودة والأجهزة نعم جهاز المخاورات نعم جهاز الأمن الوطني غيره نعم نرجع عن موضوع الثاني نعم من صار التظلم وجه كتاب مكتب رئيس مجلس النواب نعم بتاريخ تلاتين تسعة نعم وأيضا رسلة إلى مجلس الوزراء وقال له أنه هذا هذا كتابكم اللي موجود نعم هاي المناطق ما بيها حاولوا تلقون فرصة أخرى في مناطق أراضي شاغرة نعم زيان أنا أسألك بالله عليك هاي العقود مالتهم والسندات الطاب والصرف ملك صرف نعم يعني يعني مو تقولين جسمها ملك صرف نعم أملاك صرف كلها نعم وأرسلتنا أرسلتنا نسخة أرسلتنا أيضا من عندها نسخة شيخ إياد يعني هي أيضا فرصة يعني حتى نعرضها وحضرتك تتكلم بهذه الأثناء تفضل إذن هي هذه سندات ملك صرف للأراضي الموجودة في البكرية ملك صرف أختي أختي الكريمة القرار لا يلغي القانون نعم أكو قرارات لحد الآن الدولة ما قادرة تطلع من هذه الدائرة مشت على قرارات برايمر نعم مع العلم هو محتل كان الحاكم السامي والمندوب السامي بالعراق ما قدروا يطلعون عن قرارات اللي هو ألغى قسم من القرارات اللي موجودة ونفذ قرارات الآن بها ناس موجودة ومشت على قرارات برايمر نعم زيان فأكو قوانين قوانين ما حد يقدر يطلع منها ولا حد يقدر يلغيها زيان إلا يشرع بها مجلس النواب نعم ويصوت عليها طيب السند القانوني السند القانوني الشيخ إياد يعني السند القانوني بالتالي للاقدام على تجريف هذه الأراضي في حي البكرية ويمكن حضرتك تواصلت معنا قبل الحلقة ذكرت أنه الأمر لا يقتصر فقط على حي البكرية إنما يشمل مناطق حيزان بغداد أو أطراف بغداد العاصمة نعم نعم نفس القضية نعم نعم جنابش تتدرين واني حاجة مليون مرة نعم نفس القضية هذه نعم مال 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 مشروع الأراضي المحيطة في مطار بغداد الدولي نعم يعني نقطة وراء السطر هذا محافظ بغداد دازيقاف الإجراءات نعم في العمل في هذا المشروع نعم تجيين على بالضبط إذا عالت خطيط العمراني قالين هاي مخالفة نعم زيان مخالفة وأيضا القرار اللي صوته مجلس الوزراء اللي رقمه مئة وخمسة وسبعين إنه لأنه هناك أراضي ملك صرف نعم وهناك عقود زراعية دائمية وهناك مشاريع استثمارية نحن مانحينها للمواطن ومكلفة دولة كذا رقم نعم زيان نجي نتسائل عن قضية أخرى وهي وبقتها مكان مجلس محافظة بغداد يشتغل وفحال صوت بالغاء هذا القرار بالإجماع نعم صوته بأنه هذا هذا المشروع مشروع غير دستوري نعم وغير قانوني في أي عام في أي عام صوت على إلغاء إلغاء القرار وعده غير قانوني هذا بتاريخ نعم بتاريخ سبعة عشرين ستة الفين تسعة نعم هذا وهذا رقم الجلسة نعم ورقم القرار إذا جنابش تنتبهين على هذا الموضوع نعم زيان أمين بغداد أمين بغداد بالمناسبة نعم أنا أنا تحدده تويا قبل يومين نعم وأحرجوه أحرجوه اللي هم مستفادين من القضية نعم قال لي لشون تنطي كتاب الكتاب شي يقول الجناب جهداد سمعيني نعم خاطبين هيئة الاستثمار طبعا مشكورين نعم واللي قسم منعدهم دفع وثمن من وراء هذا الموضوع من ضمنهم يعني الآخر رئيس هيئة الاستثمار وإذا الأخ رياض التميني نعم اللي حاربوه حتى في أصواته نعم في سبيل ما يعني يتبوأ ويرجع إلى مجلس النواب لأنه صوت حق حالة حال الآخرين مثل عطوان العطواني نعم كبير من الناس الشرفاء اللي موجودين نعم شي يقول شي يقول أمين بغداد نعم يقول حسب الكتاب اللي بعثه آه هيئة الاستثمار نجاوبهم كتابكم بالعدد كذا الخاص بموضوع المشاريع الاستثمارية ضمن أراضي محيط مطار بغداد الدولي نعم وأني أتمنى عليك الكتاب اللي رسلت لكم نعم تقدر تطرعينه بش شاشة خليش نعم الآن الآن هو يعني على الشاشة أتما أنش ما أعرف أنا يمي نعم عاد حضرتك مواضح لكن نتابعنا يشوف هذا الكتاب نعم إعلامكم بعدم منح أمانة بغداد أي موافقة تخطيطية نعم يعني الموافقة التخطيطية لتخص لتخص المشروع نعم في سبيلي يكون واضح لدى الجميع نعم اللي ما عنده خبرة بهذه التفاصيل نعم ويقول ضمن حدود التصميم الأساسي لمدينة بغداد نعم ولم يتم تغيير جنس الأرض نعم جنس الأراضي نعم أو نوع الاستخدام وفقا لأحكام قانون التصميم الأساسي لمدينة بغداد نعم رقم 156 لسنة 1971 نعم ومقى عليه أمين بغداد نعم اش طلبنا طلبنا منهم نعم هذا الرجل أمين بغداد بغض النظر السعر الواقع يعني والله العظيم ما ملتقي به غير مرة وحدة نعم بس رجل مهني نعم بحيث أنه قبل على الضغوط مع ما نعلى قاسة في نعم باقي الأخوان اللي أيضا مشكورين نعم اللي أيضا هم كتبوا نفس الكتب قال أنا ما منطي أي خطة استثمارية ولا أرب الموضور طيب لا تشنوا الجديد أي مشروع استثماري هم مستمرين نعم هم ما هم أحكيرك الجهة المستمرة تريد غزاله طيب يعني القضية ما ما متفاعلية نعم إذا كل جهة كل هذه الجهات هيئة الاستثمار يعني محافظة بغداد حتى عقارات الدولة حتى عقارات الدولة حتى عقارات الدولة بأنه لا يمكن يعني هذا القرار أو هذا الإجراء غير قانوني طيب يعني ليش هذا القرار مستمر للساعة هذا كتاب مجلس النواب ومجلس النواب أيضا يعني خلنا نكون لشو لشو فيها هي موضبارة صار بقد قبر أبوي بسوي لضبارة عني زيان ما عدا بس المحاكم ومتابعاتنا للقضية وانكرهنا أخي إحنا إحنا مدى نتكلم بلغة على مو النسف نفسنا والله العظيم لو أكو يعني لو ما أكو ناس نواب من الطرف المكون الشيعي يعني الناس شرفاء ودعا يشتغلون ضد هذا الموضوع مو لأنه شيء طبعا ودخل عليهم المستثمر خلنا حجيت شيء صراحة تفضل وحاول أنه يخترقهم بس لأنه شرفاء وناس وطنين وناس عيدهم عفة وعيدهم بعد نظر ويقول لك أنه يوم أنت منحطيه ليدك على القرآن وقسمة يمين أنه أحافظ على أرض وسماء وماء العراق نعم إذن أنت أصبحت مسؤولا كلكم راعي وكلكم مسؤولا على رعيته نعم فلذلك أختي كريمة نعم احنا تفضلي كلها ملك صرف نعم عملاك صرف وزراعة بغداد جاوبت نعم وقالت لهم ترى نسبة الأراضي نعم 75% هي أملاك صرف نعم الوزراء في الاجتماع طبعا الرجل للأمانة بغض النظر السحنة نعم الكاظمي ما يعرف بالقضية نعم ولا يدري لأنه كانت القضية قبله نعم سامي لا أعراجي بس انفتحة تبعهده اللي هو سيئة صرف بالتالي هو مسؤول نعم لأنه أنا أقول الشنو المستثمر بنفسه هو مانحينه مشروعين نعم قبل هذا المشروع مشروع في أربيا مشروع في أربيا مشروع في أربيا مشروع في أربيا يعني يعني رجاء شنو السلطة هذه اللي يملكها هذا المستثمر بحيث يضرب قرارات كل الوزارات اللي اتحدثت عنها وكل الهيئات وقرار صادر من مجلس النواب السلطة أبو الشايب أبو الشايب أبو الشايب السلطة زين هذا السلطة زين هذا الواقع اللي موجود هذا احنا وصلنا به البلد وأقلت ياها للأمانة الفساد أخطر من الإرهاب نعم الواقع الأساسي لبلدنا ولمجتمعنا ولهذا المواطن المواطن الجريح المواطن اللي يضحى يعني ما كفتهم الفلوس الدولة وموارد الدولة أنه بدأوا يتحولون يعني يعني اكتفوا من من سرقة أموال الدولة والمال العام بدأوا يتحولون النواب على المواطن على المال الخاص يعني يا أمو حسين شنتي بحدة جئتي بثنين زين نطلع من قفة نطبه بزنبيل نعم مشكلة هاية كنا نتأمل من هذه الانتخابات ونتأمل من ثور التشرين تخرجنا وتخرج بشخصيات هدفها الأساسي الحفاظ على البلد نعم هدفها الأساسي احترام المواطن هدفها الأساسي يعني يعني انت شايفها بشرفك بالله عليك شايفتش طلاب قاعدين بالقيعان متربعين شايفه أكو وزارة وزارة توزع قرطاسية تالفة مشققة يعني قبل شايفيها بالعراق شايفيها بالعراق سبب الفساد مثل ما تفضل حضرتك لأن حيان ما قد داهمنا شيخ يعني رسالة أخيرة حتى تكمل رسالتك تفضل نعم يعني قبل كان متريد تستلم شهادتك تجيب قرطاسيتك كلها زيان وتسلمها وتستلم شهادتك في سبيلها يتبقى بالمخازن قاموا يسوون الجماعة نفس السالفة يطلعون الكتب القديمة والقرطاسية القديمة ووزعونها أنا رسالتي من خلال قناتكم بالكريمة نعم تفضل أتمنى على الأخ رئيسي الوزراء وأتمنى على القضاء بزعامة الأخ الأخ فايخ زيدان طبعا للأمانة القضاء محترم نعم ولازم يكون إلى موقف في هذا الموضوع نعم قمنا دعاوي وشكلنا رجال والآن نعم 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 ولكن يا أخي مهدي أكو قاعان وأكو أكو أراضي بغداد وقحط أراضي وقحط أراضي بصهرة زين أنا أنا إلا أجي أشيء للعالم نعم وأطلع عليهم بالشفلات لو جاءت تبيعون للعالم وأنتوا أساسا أساسا ما تفهمون وان رايحين بالناس وان رايحين بالبلد نعم إذن الكلمة الفصل للقضاء شيخ آيان الكلمة الفصل عند القضاء نعم 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 على القضاء وخليفها من الناس نعم يعني زاجين زاجين هذا الجهاز المحترم اللي يضحه نعم وقدم من دماء وقدم من أخو أنتوا وفروا لي زين نروحوا على المجمعات أكو مجمعات سكن يشتروا لهم ويدفعوا لهم وانتوا كل واحد سلموا نعم سلموا بيث سلموا شقة وقعدوا لأنه محترم ويعتبر نفسه مواطن نعم مثل زايد من تربع بالجاع نعم ربما هي أيضا محاولة لتشويح صورة جهاز مكافحة الإرهاب واللي قدم شيخ يعني هذا اللي يسمح به وقتنا الآن شيخ ما لهم من الناس ما لهم علاقة بغض النظر أقسم بالله ولكن هذه إدارة فاشلة والكتاب والكتب واضحة وصريحة وكل أمورها يعني بينما يرد نعم إن شاء الله نستضيفكم وكل الكلمة الفصل للقضاء العراق القيادي في تحالف عزم الشيخ إيادة الجبوري شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا اشتركوا في القناة بالنسبة لسؤال حلقتنا لهذا اليوم هل تجريف أراضي حي البكرية قانوني وكانت النسب كما تتابعون معنا كالآتي 18% أجاب بأن تجريف الأراضي لحي البكرية قانوني و82% أجاب بلا أما بالنسبة لي النسب على منصة التويتر فكانت كالآتي أيضا 22% أجابوا بنعم بأن التجريف قانوني و78% أجابوا بلا وطبعا بالتأكيد هناك كثيرون سيغيرون رأيهم بعد هذه الحلقة تحية لكم في كل مكان ودمتم بعافية ترجمة نانسي قنقر